أنا يسمي فراس فاهيم عبدالله استشاري جراحة أوعية دموية والأشياء التداخلية قسطرة أوزم الشريين وزراعة الكلاء مرضى زراعة الكلاء ومرضى الفشل الكلوي مرضى كثير يراجع عيادات أوعية دموية لعمل وصلات للغسيل الكلوي طبعاً الوصلات للغسيل الكلوي كثير من ننصح المرضى إحنا أبل ما يحتاجوا للغسيل أنهم يراجعوا جراح الشريين ليكون في وقت كافي لعمل هذه الوصلة أنهم ممكن تأخذ أشهر لحتى ما تكون جاهزة للغسيل دائماً القاعدة الذهبية نصايح أنه نتجنب نحط الوصلات للغسيل عن طريق العنق الخارجي ما أمكن ولكن في بعض الحالات بضطر المرضى لغسيل بأسرع ما يمكن بضطر نحط له هاي البربيش عن طريق العنق معظم عمليات وصلات للغسيل تم إجراءها تحت البنج الموضع المرض بيجي بنفس اليوم بيغادر بنفس اليوم إحنا بعادتنا من صور المرضى بالعياد اللي يتأكد شو عنا فيه أوردة متاحة لإجراء هاي الوصلات دائماً ما نفضل نستخدم الطرف الغير مستعمل بشكل كامل اللي هو دائماً بالعادة الطرف الأيسر العلوي ما منلجأ للأطراف الأخرى إلا ما استنفذ كل الاحتمالات الممكن إجراءها لهذا الطرف لوضع هاي الوصلة ما منستنفذ ما مننتقل لأطراف أخرى قبل ما نستنفذ كل العمليات الممكن إجراءها لهذا الطرف وحتى أحياناً حتى للوصلة نسدت من نرجع نفتحها مرة تانية فيه طرق كثير من نستخدمها سواء بالجراحة أو بالقسطرة ليفتح هاي الوصلات كثير مهم ننبه المرضى أي حصول أي مشاكل خلال الغسيل يراجعوا دكتورهم تصوير بسيط في العيادة بالألتراسون ممكن يبين مشاكل معينية تم علاجها بشكل مبكر أحسن ما يخسر المرض هاي الوصلة بشكل نهائي طبعاً ما ننسى أنه العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكروهي هي زراعة الكلاب والحمد لله إحنا بنجري عمليات سنوية لا بأس بها ونتائج عالية جداً ضمن فضيق وتكامل من دكاترت زراعة الكلاب نتمنى لكم السلامة ويعطيكم نافية